أعظم موعظة تنزل على القلب كلام الله إذا ما تأثرت بكلام الله عز وجل لو تناطحت الجبال بين عينيك لن تتأثر لأن كلام الله عز وجل ما أثر فيك يا أخواني يسأل دائما الإنسان نفسه ما هي الآية التي أحيت قلبي ما هي الآية التي استوقفتني ما هي الآية التي تدبرتها فتأثرت بها وبكيت عندها وعالجت قلبي عمر بن الخطاب رضي الله عنه من شدة البكاء وتأثره بكلام الله سبحانه وتعالى كان له خطان أسودان من خشلة الله سبحانه وتعالى